وأما ما ورد من ذكر الأيام وذكر الأوقات فهذا حقيقة محل بحث طويل عند أهل العلم وسبب ذلك ثبوت الأحاديث هذه أو عدم ثبوت الأحاديث ثبوت الأحاديث أو عدم ثبوتها فقد أنكر جمع من أهل العلم بل من كبار أئمة الحديث ثبوت هذه الأحاديث مثل الإمام أحمد رحمة الله عليه والإمام مالك كذلك عبد الرحمن بن مهدي أنكر قال ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء يعني في توقيتها إلا أنه أمر بها يعني أمر بالحجام والأمر هنا طبعا لأمر إرشاد والإمام مالك إمام دار الهجرة سئل عن الحجام يوم السبت يوم الإربعة فقال لبس بذلك وليس يوم إلا وقد احتجمت فيه ولا أكره شيئا من هذا ما أكره شيئا من هذا وبن حجر رحمة الله عليه لما شرح البخاري وقف عند قول البخاري باب في أبي سلمة احتجم وأحتجم أبو موسى ليلا يشيق قال وورد في الأوقات اللائقة بالحجام أحاديث ليس فيها شيء على شرطه يعني شرط البخاري فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ولا تتقيد بوقت دون وقت لأنه ذكر الاحتجام ليلا ذكر الاحتجام ليلا وبعض الحديث الواردة فيها المنع من الحجام ليلا والعقيل رحمه الله أيضا قال وليس في هذا الباب في اختيار يوم للحجامة فيها يثبت والنووي يقول والحاصل أنه لم يثبت في النهي عن الحجامة في يوم معين ولذلك بالنسبة الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحجامة لا يصح فيها شيء وما ذكره ما صححه الشيخ ناصر رحمة الله عليه خالفه في ذلك جماهير أهل العلم من أهل الحديث لكن الإمام أحمد رحمة الله عليه على تضعيفه لبعض الأحاديث كان يتجنب الحجامة في بعض الأيام كان يتجنب الحجامة في بعض الأيام ولذلك أنا ذكرت لكم قاعدة قبل قليل أن الحجامة من مرض في كل وقت هذا مرض يعني أرأيتم شخصاً الآن مر بأزمة صحية مر بأزمة صحية وإحتاج الطبيب لا يتحمل التأخير هل يقال له في النهار مثلاً نذهبك بالنهار الليل ما ينفع هذا كلام غير معقول ولا مقبول ولذلك إذا احتاج الإنسان إلى الحجامة لا ينظر لا إلى اليوم ولا ينظر إلى الزمن هل هو ليل أم نهار أما إذا لم يحتاج إلى الحجامة وإنما ابتغاها وطلبها لأجل كمال الصحة ولأجل أيضاً يعني الحماية من الأمور المتوقعة فممكن أن يسلك مسلك الإمام أحمد فينتبه إلى الأيام وإلى الأوقات لأن بعض الأحاديث ضعفها غير شديد ولذلك على تضعيف الإمام أحمد ومع ذلك كان ينظر إلى بعض الأيام